نفذت عناصر من لواء عثمان بن عفان التابع لتحرير الشام عملية نوعية خلف خطوط ميليشيات الأسد في محور تلة البركان شمال اللاذقية أسفرت عن سقوط قرابة عشرة قتلى وجرح من عناصر النظام قتل عنصران لعصابات الأسد جراء استهداف سيارة تقلهم بعبوة ناسفة ببلدة السخنة بريف حمص كما قتل عنصران آخران للأسد برصاص مجهولين في مدينة الصنمين في درعة شهدت المناطق المحررة عاصفة ثلجية تسببت بقطع عدة طرقات وعزل عدة مناطق عن بعضها في أرياف حلب الشمالية حيث تعمل فرق الدفاع المدني منذ الأمس على فتح الطرق أمام حركة مرور المدنيين أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة سبعة شبال فلسطينيين اثنان منهم في حالة خطرة جراء مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة قالت بيثة الاتحاد الأوروبي في سوريا أنه لا تطبيع ولا رفع للعقوبات ولا حتى إعادة إعمار حتى ينخرط رأس النظام المجرم في عملية انتقال سياسي حسب قرار مجلس الأمن رقم 2254 حذر اليوم السبت مسؤولا روسي رفيع المستوى من قصف أوكرانيا لشبه جزيرة القرم وعمق موسكو وقال أن بلاده مستعدة لاستخدام السلاح النووي بحال اضطرت إليه اشتركوا في القناة